اسمح لي سيد محمد. أنت كنت تتحدث عن أن الهدف الرئيسي هو مواجهة تنظيم داعش. ولكن يبدو أن الحملة على داعش تتراجع. كما ذكرت صحيفة الحياة في عنوانها الرئيسي اليوم. غرات تركية تركز على الكردستاني والحملة على داعش تتراجع. إذن الهدف كما يرى الكثير من المراقبين هو توجيه ضربة للأكراد وليس توجيه ضربة لتنظيم داعش. ما رأيك؟ أولا وسائل الإعلام التركية والحكومة التركية تم شحن المواطن التركي بأن له عدوين الآن. هو حزب العمال الكردستاني وداعش. الكل يتحدث عن داعش. الطائرات التركية قامت بالهجوم على مواقع متعددة لداعش في سوريا. ونحن نعلم أنه قبل عدة أيام كان هناك صدامات عبر الحدود. طبعا إلى هذه اللحظة لم تدخل قوات برية تركية إلى أراضي السورية لمحاربة داعش. كما هو حال الاتلاف بأنه فقط من خلال عمليات جوية. لكن الآن هنا ملاحظة شديدة. بأن نحن ننظر إلى تفجير سوروش داعش وقتل الشرطيين حزب العمال الكردستاني. وهنا بدأ شب الخلاف الشديد الآن. الآن الخلاف الشديد. الشعب التركي بدأ ينضم بشكل مباشر وراء القيادة التي تهاجم داعش وحزب العمال الكردستاني. حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية. هذه الفرصة كبيرة جدا لحزب العدالة والتنمية. ليعود أدراجه بدخول انتخابات مبكرة. سيقوم الآن حزب العدالة والتنمية أو أحمد داود أغلو بالمماطلة بالنسبة لتشكيل حكومة ائتلافية. والآن أكثر الشعب وأنا أعتقد بأنه إذا ذهب إلى انتخابات مبكرة سيحصل على نسبة أكثر من 50% من الأصوات. على كل حال موضوع مواجهة تنظيم داعش أو مواجهة حزب العمال الكردستاني لا يزال في بداياته. وربما الحديث عن النتائج مبكر الآن. هل تعتقد سيد محمد؟ أمريكا لم تسمح لتركيا بضرب حزب العمال الكردستاني وأعطاء الضوء الأخضر لتركيا بضرب حزب العمال الكردستاني. ما لم تقوم تركيا بضرب داعش. إذا تم التراجع في هذا الموضوع سيتم التراجع بالنسبة لضرب حزب العمال الكردستاني.